اشتركوا في القناة مساء الخير فخر يا سلامي مساء النور اليوم زوز حداث اقتصادية هاما نرجع لها بالتفاصيل زوز منتديات الدورة سابعة لمنتدى تمويل التجارة والاستثمار بإفريقيا ونرجع أيضا إلى منتدى تونس الاستثمار في دورة 21 في الحدث الاقتصادي فخر اليوم يتماشى مع أجواء التقصص هنا يحكي لكم عن الكليماتي زوريت بعد شوية كيف تولي وتصلحوا لكليماتي زوريت تعمل الشركات الخاصة بهذا الإطار ونمشي إلى عالم البشكوتو والصحية في حكاية انجاح مع مدام ويصال فاهمي ونحكيه على مشروع سون دوبلي نحكيه اليوم على منظومة تونسي عموما ما يحباش حتى في برشة دراسات علاقته معها متأزمة تأمين لسورانس ولكن نحكيه اليوم على دور منظومة التأمين في حماية الفاعلين الاقتصاديين وشنوه وضعية لسورانس عموما في تونس والبداية كالعادة مع سهلها تسهل مفهوم ان شاء الله يقعد بعيد على بلادنا بعد الأرض عسمية كما نقوله احنا شنوه المقصود باقتصاد الحرب نشوفه التفاصيل وهنا راجعين اقتصاد الحرب بالحقيقة في مفهومه التقليدي هو توظيف كل الموارد لتلبية تحتياجات معناتها القوات المسلحة في مجهودها في الحرب ولكن الحقيقة المفهوم ماذا يعني تطور بفعل الزمن وفي المفهوم المعاصر خليني نقول للي اقتصاد الحرب هو توظيف كل الامكانيات البشرية والتكنولوجية واللوجستية وتطبيق لحقيقة السياسية تمكن من تحقيق التوازن الاقتصادي وخلق الثروة خاصة خلال الأزمات هو أميل العلماء الاقتصادييني يميز بين الحروب التقليدي والحروب الأهلية في الحديث عن اقتصاد الحرب وأبرز حاجة ربما نغجمها من هذين أخرى يكنت فاخت في هذا الموضوع يقول لك اقتصاد الحرب فما دول تتفكر في الحاجات البسيطة توفير الغذية توفير الحاجات الحينية وقال لك برشة دول كما لويلة المتحدة الأمريكية في الحرب الأولى والحرب العالمية الثانية مثلا اقتصاد الحرب متاحة هزها بشكل تأثير إيجابي على تسريع التقدم التكنولوجي ثم بلدين محتاجة لاقتصاد حرب بش نجم تقاوم الحروب وثم بلدين محتاجة للحروب بش تعمل النهضة الاقتصادية متاحة والولايات المتحدة استنبعت من الحرب العالمية الثاني الأولى والحرب العالمية الثانية كل الحروب عندك على أقل 140 حرب منذ القرن التاسع عشر قادتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل أزماتها الاقتصادية وقع حل الحروب هذية وقع حل الأزمات هذية بالحروب لكن اقتصاد الحرب كما قال سي آرام هو توفير كل الحاجات لتلبي حاجات الجيوش لكن الدخل زادة معناتها سيجمان كاتيجوري من المجتمع في الخدمة وهذا صار في الحرب العالمية الأولى والثانية النساء اللي كانوا ما كانوش يخدموا معناتها بالعدد دخلوا هما واخذوا كل الميدين الاقتصادية ماشيوا ولو يخدموا في الزيزين النساء ما عادش أبغير ولو يقودوا ولو بينسوق في السكتور ميديكال كيف كيف في كل الفلاحة كيف كيف ولو النساء معناتها يديرون ضايعات الفلاحية دونك اقتصاد الحرب هو الاقتصاد اللي يبرز علينا مقاربات جديدة باش نجموا اللبيو حاجات الجيش وأيضا المواطنين الشاء وذي تقريبا حديثنا اليوم في الكارب وحاجيين فخري على الحروب والدول المستنفعة ما الوضع في العالم مع عودة الحرب بقوة نارين في الجبهة الروسية الأوكرانية تواصل الاعتداء على غزة وربما أيضا توسع دي سيقوند حسين سمحني زد سما حروب أخرى قاعدة تتشن وقعشنها ضد الذكاء في المجتمعات اللي كيفنا احنا واحنا شفنا تونس من أكبر الضحايا منذ 2011 وقع إفراء تونس من ذكائها خلينا في الحرب الحرب يعني في آخر اليوم كما قالت أميل هناك من يكتفي بالنظر إلى الحاجات وهناك من يستغل هذه الحروب للتطوير شفنا اليابان ما حدث فيها ألمانيا كيف تم إعادة بناء بعد الحرب هناك الدول تاخد درس من الحرب ربما لتستعد لحروب في المستقبل وعلى كل حال في تاريخ الإنسانية كل حرب كانت هي جزء من تاريخ الإنساني وتطور الإنساني تعرف أنت الإنسانية عاشت تلاتي غلوريوز الأخرانين بعد الحرب العالمية الثانية جراس تلاتي مارشال يصار في أوروبا اللي هو إعادة أعمار أوروبا شنو ما صار فيهم؟ تم راس ميل فيكس كابيتال فيكس طاحت يحطوا الحرب ولا كابيتال فاريون لذلك أعمل بعض نيبالورة جوتين نيبالورة جوتينة ستتبنيه إلى آخره وتخلق جران شانتيه اللي العالم عاش به سنوات إلى آخره ولكن أي دولة تبدأ في حالة حرب أو في حالة استثناء الاستثناء معنا تدخل الاستثناء ما احنا مثلا وقت اللي عملنا واجهنا الكوفيد بكحرب شنو يصير فيها؟ تعمل اقتصاد حار تتكسح تولي الايكونامية متاعك ثم الليبيان الإلاستيسيتي متاع الليبيان كل الليبيان فين تصنف في الايكونامية دو غير تولي تركز أكثر ما يمكن على البروديكسين كانت على الليبيان دو برمياني سيستي اللي بشي خليه كتعيش اللي هو مواد الأولية إلى آخره متاع الأكل إلى آخره الأدوى إلى آخره الليبيان نورمو وليبيان دو لكس ما عاجش لأيكونامية متاعك تتوجه بشتون تجه وقتها جزء كبير من الاندوسترية ذي كيتوجه للصناعات الحربية أو كان عملا نواجه في الكوفيد فاكروا في وقتها التكستيل ولا يعمل في اللي بافيت إلى آخره يعني كل موارد متاع الاقتصاد تواجد مغاناها توظف من أجل بلوغ الهدف اللي هو حرب كيكسوة مسلحة أو حتى حرب صحية إلى آخره وهي حالة استثنائية يجب أن تبني فيها سياسات اقتصادية استثنائية نمشي مباشرة للحدث الاقتصادي هيزوز تظاهرات متزامنة حول الاستثمار في بلادنا البداية مع المنتدى أو دورة السابعة لمنتدى تمويل استثمار والتجارة بإفريقيا فيتا في 2024 بمبادرة من مجلس العمل التونسي الإفريقي موضوح هذه السنة تعزيز صناعات المحلية ونقل تكنولوجيا من أجل نمو مستدام وشامل في إفريقيا هات نشوف هذا التقرير مجلس العمل التونسي الإفريقي نظم اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لمنتدى تمويل استثمار والتجارة بإفريقيا الحمد لله وفقنا شفتوا حضور إفريقي كبير برشا حضور عالمي كذلك كبير برشا جاءونا ثنائية يعني بيتو بي الهدف متاعنا السناء هو التصنيع سمعتوا الاندوستراليزاسيون وكيفاش مش نرافقوا يعني الكنتينان متاعنا الافريكان فيما تونس عندها ما تقول في روحها في الصناعة عنا 40 سنة عنا صناعات متطورة جدا في مجال مكونات السيارات في مجال مكونات الطائرات في مجال الاندوستر ميكانيكي الكتريك شيميك تكسيل وغيرها نحبه اليوم نوريه للأفريقي خاصة أنه تونس عندها صناعة قوية وتنجم ترافقهم في مجال الصناعة لأنهم تعرفوا اليوم بداية الافريقية أغلبيتها في مجال التصنيع والتحويل في العين لعين المكان ضعيف وضعيف شفتنا نوعتي ترقم حداش في المياه اللي هو حتى شيء أغلبيتها يعني استغلال الثروات باطينية يزوم لأوروبا والصين وآسيا وغيرها يقع تحويلها وترجع بروتبيفيني غالي ياسل لفريقيا هذا يزم يتبدل وهذا هو الهدف من الدورة هدية وإن شاء الله تكون تونس أحد القاترات نحو هذا الهدف الهدف الثاني من المؤتمر شفته مش نعملوا عديد لسايد ايفانت قدمت سايد ايفانت مع إنديا تونيزيا أفريكا مع أنت الهند تونس إفريقيا الصين تونس إفريقيا كوريا تونس إفريقيا بولونيا تونس إفريقيا ألمانيا كذلك يعني فما اهتمام كبير من البلدان الأسيوية وخاصة البلدان الأوروبية أن تونس تكون بوابة لهم الإفريقيا علش؟ لأنه تعرفوا تونس من الأول أحنا في الزندو لبريشانج كونتيننتال هذه الاتفاقية القارية اللي مش نوريو نعملوا فيها إيشانج من الغير ما خلصي ديوانا أكثر من 3000 لقاء ثنائي سيقع تنظيموا خلال هذا المؤتمر ومجلس عمل التونسي الإفريقي مش يصحح عديد الاتفاقيات مع دي بارتنير جدود كيما ألمانيا أفريكا فراين كيما لنابي في لردي سي كيما إيطاليا كيما غيره ستين دولة مشاركة ألفين رجل أعمال مشاركة الدول الكلاسيكية بطبيعة ولكن لأول مرة أمال الهند والصين في هذا المنتدى نحكي على معاملات بين تونس و أفريقيا بطبيعة بقية الدول نحكي على جنوب الصحراء تطورت من سنة 2018 لليوم ثلاثة مرات من ستمائة مليون دينار إلى واحد فاصل ثمانية تقريبا مليار دينار لكن المشكلة في أفريقيا لم يكن حكاية تبادل تجاري حتى كيف تطور لم يكن تبادل كافي نظرا للوزن كثير من البلدين الأفريقية على متوى التجارة وحاجيات هذه البلدين في كثير من المنتوجات المشكلة في أفريقيا هو الصيناء وثي أنيس لا تتحدث عن الصيناء لا تتحدث عن الصيناء في أفريقيا والهدف المنتدى دعم الصيناء تتحمل دعم الصيناء والصيناء 4.0 5.0 العالم متجه للصيناء 5.0 اللي هي دوربو أربو ما عادش تجاوزنا تخانى في الانتليجنس أرتيفيسيل وكل شيء فما مشكلة كبيرة اللي هو الصيناء متاع أفريقيا متتزوج 2% من الصيناء العالمية وذلك نحكيه على تونس اللي الصيناء والتصنيع تراجعوا فيها بصيفة مهولة هالعشر سنين هذو ما وتونس خرجت بكل أسف متبتين من العشرة الأوائل في الصيناء في الصيناء والابتكار الصيناء برغم عنا دي استخطاب تبركل عليهم معناتها ناشحين برغم اللي عنا الذكاء الصيناء ما انتا يستعملوا الذكاء الصيناء وكل شيء لكن بلادنا خرجت من الأوائل في الصيناء والتصنيع وهذه خسارة كبيرة وإن شاء الله نأمل أنه يقع تدير هذا الأمر في المقابل الفخري تونس تسعني تكون بوابة إفريقيا الواسطة بين إفريقيا والعالم الأوروبي الشمالي وفما تطور لكن شخصي يعني كنلقاوا مثلا ناخدوا الأكزامل تالكو ديفوار تطور عدد شركة تونسية نسالي الغادي مثلا ناخدت الأكزامل من العشرين لميالكتين بصفة خاصة مثلا كيشوفوا بعض الدول الشقيقة في كل دول أوروبية حلت بانكا لها وين المستثمر اللي عنده في تونس نجم يستعمله في الدولة ترافق يعني هل نحن بحاجة أيضا للتسريع التشريعات وتسهيل لكسام المستثمر التونسي زاد نحو أفريقيا أفريقيا حسين قرشة تونس عندها سنوات تونس في تونس حدث معك يقول لك المستقبل في أفريقيا والتواجه لأفريقيا ما فقنا باكا نحن العالم ما فقش فيها ريقد فهمتني والعالم ريقد وحنا بش نمشي لأفريقيا بش نمشي لأفريقيا أي بش نمشي بش نمشي ساعة خلنا نتفق على حاجة أفريقيا شنو اللي بزوان تاح في المستقبل تتفهم الدول اللي فيها الآن حروب بزوان تاح بش كونا مفرس تلكتور يتخدموا في طريقة أخرى شنو نخذها لمرشيل الكبار وحجمك مش تكون داخل لمرشيل دخلوا فخري عنا البتي بي من الأوائل كيلو كسطور معاك موجودين في كو ديفوار في موجودين في كو ديفوار وفي طبيعة كو ديفوار السيني قال عملنا فيها شوية وما كاتب الدراسات زيادة لتمنصية من أكبر المكاتب أذوكم أما مشينا فيها دول حد أدنى متاع استقرار كو ديفوار بعد الحرب بعد الحرب لأهلي بعد أول مجال حسن وطرة نوع من الاستقرار إلى آخره وأنتم تعرف مثلا حسن وطرة رونك فوني معناها مثلا شنو مش تحكي لي بشن دخل للكو ديفوار وما عندكش علاقات في فرنسا شفت عليش أفريقيا أفريقية الصين ثم بارتي ثم تحكم فيها الصين عندها موجودة فيها وتخدمت فيها وكذا وروسيا ثم بارتي تويك أبراو عند الأفريقي عندما تتحدث العربية وبعد تتحدث بالفرنسية في مخ وطولي كون فرتيكلي لباني ركت نجم تخدم وانتعم في ماجدو مارك الواحد لبنان مانا يجب مكتبني ماجدو مارك اثنين يجبنا نعرف الخارط مرافقة زيدا مرافقة هذا يبقى في علاقة باللانفرستيك في علاقة بي كانت تحكي فيه أمال في علاقة بالتكنولوجيا أنا نقول لكم مرافقة فاتون لأنه رد بي لك واحد أفريقي مثلا كامروني ولا كذا قارية في فرنسا وكذا كي بيش يروح بش يعمل البواتان ويعرف ويعرف كذا على هذك أنا في الأفريقي نكون وهدئين أول حاجة نقوي من حضورنا دبلوماسي لنحنا حضورنا دبلوماسي اللي ما عنداش امكانيات كبيرة باي بوي حانا اليوم الوقت نفكر نحن نحضر دبلوماسي أيضا الطلبة اللي عندنا لهنا اللي يقرأوا عننا من تويقي يزلنا نعملهم برنامج كاملة مرافقة على هذك أفريقيا في رأينا هي شغل المستقبل وهي مستقبل العال ولكن نعرف كيف نكون ناجعين في تدخل في أفريقيا تزامنا مع المنتدى هذي احتضن تونس أيضا دورة 21 لمندى تونس للاستثمار بحضور مجموعة كبيرة أيضا من الفعالين الاقتصاديين هل تشوف هذه التصريحات ثم عودة على أبرز ما تقال في هذا المنتدى الرقمنا كنافة ما فيها زوزنة واحد الرقمنا بتاع الإسرائيات يعني خلينا كل الإسرائيات الإدارية وتسهيل البلوغ الإجرائيات الإدارية وزيدة تسريع الأجال الرقمنا اللي كنا نستحقه ميزانيات وميزانيات ضخمة في الإشهار وفي الترويج لتونس طوى بصراحة بفضل الرقمنا ووسط الاتصال الحديثة تقريبا هذي فرصة متاحة وفرصة مجانية ما بقالنا إلا إحنا باش نحاول ونستغلوا الميدان هذية ونكونوا موجودين سوى الزائر اللي هون المستثمر بتبعية الحال اللي إحنا الزائد هو ولك يدخل على الموقع بتاعنا تقريبا عنده خمس أو ست إمكانيات تفاعل اللي هي ما كانتش موجودة عن الوسائل الأخرى اللي هي لينك الدين اللي هي فيسبوك اللي هي يزم تكون فيها معلومة ولنا نميزه بين صفحة فيسبوك موجهة للاستهلاك الداخلي وصفحة بيسبوك بوجهة الاتصال خارجي كقطاع خاص شاركنا في لطاق الحوار القطاع العام وصاهمنا في الإجراءات لكن فيه بط في الإجراءات بأنه تم إجراءات ثقيلة والطلب والنداء اللي قمنا بيهم عن القطاع العام اللي هو نساهمه في إطار منظم مع حوار قطاع عام قطاع خاص ويكون هذا مع فريق اللي اقترحنا الاسم تيم تونيزيا فريق تونسي يضم ممثلين من القطاع الخاص وممثلين من القطاع العام والمهمة والأهداف تكون لتسريع الإجراءات ثلاثين دولة ثمانمائة وعدد المشاركين أبرز الحاجات اللي صاروا أمال هي وعود في إطار تسهيل يعني إمكانية تلغاء تلخيص إداري جديد لتسهيل الاستثمار أعلان استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال انطلق 2023 تنتهي 2025 والهدف منها رقمنة تمشية الخاصة للاستثمار في تونس في حدود وأفق 2025 مع تلق منصة الوطنية الموحدة للمستثمر إضافة إلى إمضاء مجموعة من العقود الخاصة لتبني بعض المشايا نعم اليوم وزيرة الاقتصاد والتخطيط قامت عام ديكلاراسيون بحين برشا منهم الوكونستركسون مثلا بشتاخذ الرخصة بناء بالنسبة لشركات كورشاي بشتوالي هناك رقمنا وقالت بشتصير في ستة أماكن من لجويليا ومبعد بشتقع تعميمها في آخر 20 25 وحنا نعرف بللي كل ما هو عقاري وكورشاي يصير صعيب ومعنطها يعمل كثير من الصعوبات للمستثمرين زدها وعدة كيتكيف هي والسيدة وزيرة المالية بتسهيل الإجراءات الإدارية وكورشاي لكن نأمل أنها ما تكون على متوي خطاب خطر أنت تعرف الإجراءات قادين يتبقوا فيهم وقع تحتوا في وقت 2022 هما 185 إجراء وقع دراستهم وكيف هما إصلاحات في وقت حكومة السيدة نجلة بودن وقعدين نتبع فيهم كيف وقالت السيدة وزيرة الاقتصاد قالت كيف حتى لي كيد وشارج منتكرة الشروط باش نخف منهم معناتها باش نخف منتكرة الشروط معاش باش يوليوا بالصعوبة اللي تخليهم يوليوا أصعب من الهتوغيز هذو من الكل قالتهم السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط اللي تشوف هتشوف مرأة بالحق ملتزمة وتحب تحقق إعادة المنطقة لغولانس إن شاء الله إن شاء الله الإدارة تتبع إن شاء الله مجلس النويب يتبع وإن شاء الله المستثمرين يتبعوا خطر إعادة ثيقة نحن محتاجين لها لتحسين منيخ الاستثمار هذه على مستوى الجينة بالتشريع والوعود عمليا تم امضاء اتفاق تمويل بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 210 مليون أورو وهو الهدف المضاعف التطريقة الوطنية رقم 13 من سفيق سيلا قاسرين مرورا بسيدي بوزيد الخطة التي تحدثنا عنها مرارا يسهل ويدعم عملية الاستثمار في منطقة الوسط وأيضا الجنوب الغربي وخاصة الاتحاد الأوروبي يعد بضخ استثمارات تقدر ب3 مليارات أورو بحلول 2027 في تونس في إطار ما اسمه دعم مبادرة الاستثمارات في تونس لدعم برنامج الإصلاح الوطني أوروبا لا تتخلى عن تونس مهما يعني تاك البوليميك اللي صارت يعني الشريك الأول امتاعنا مثلا بتبلعب للأوروبا لا لا الأوروبيين قادرين يتخلىوا علينا ولنحنا قادرين نتخلىوا عليهم عمرنا منقع حتى نخب التونسية ونأسرفها عمرنا مناخش تخالج الفكرة هذه ولكن يرتقي إلى مستويات أخرى معناها نحب تكون العلاقة أبلوغية معناها عرفتها أكثر مهما موجود نحب أوروبا تربح أكثر ونحب تونس تربح أكثر وهذا تقدم مشروع اثنين في علاقة اليوم في علاقة بالكياس اللي تلت تعسفاق سلج أسرية أوسيدي بوزيد أنا لماذا سعيد بها مهم مهم جدا لأنه تعرف أنت عبر تاريخ دولة الاستقلال وخاصة في التسعية آخر التسعينات اللي في نقطة بدت الدولة تفكر في علاقة بفتح المبادرة الخاصة الأخيرة كانت تفكر كل استثمارات الكبيرة اللي عمناها في الزونة ديشتريال في الداخل والأنتريور وأنا نعتبر وكان نجحنا أن ننستلي ونزيد ونربط الأنتريور فمتي بالليكوت أنا نعتبر هذا استئناف للبرنامج أنه لدي زونة ديستريال في قسرين في سيدي بوزيد في معتمديات في بارتو ولكن مشكلتها الأنفراس الكثير ما لديش مربوط هذا مهم جدا واحد الثنين أنه يخلق لك نواتات صناعية في الداخل في الداخل وهذا يش فيش يعلق يش عاودي نوع يعطيك التوطين إنه نعاودي نصنع من جديد توازم ديموغرافي لأنه الاقتصاد والثروة رأي تقوم في علاقة بالجغرافية كيفاش الجغرافية إنه الكار هذا الدم يدخل للسيلول الكل باش تعاود تنتعش وقت تونس يتحط على هذا أنا فرحان بهم المؤتمرات من نوع هذا أنه أولا يأكد تونس قاد تتعدد في علاقاتها ما هيش قاد تتموقع مع ترف وفت رفق إلى آخر ثنين أيضا أنها تعطيك المشاريع اللي تعاملت في البلاد واللي استثمرت فيها البلاد قاعدين نجم ونستقنف فيهم بشوية بشوية وقاعدين نبحثوا على شركاء بشي يكونوا معنا في المشاريع اليوم صارت برشا رسائل طمأن إن شاء لزكت معنتها يتبعوا الخطابات أنا والحاجة ذكرت وقت فرحت أنا بشخصين بإمضاء هذا فرحتي شخصية لتعني شي وما تهم إما قدش من المرأة عملتها في سيدو بوزيد ولا خاطر طريق خيب موسط لسفاقس خاطر ممش موسط في سيدو بوزيد لطريق هذه تنزل نتمنع أروح أتمنع أروح ونجيب الحقيقة ونجيب المال ونجيب البلاديات للبلاديات اللي يسترجعوا مع أن تهدمين من الأمور أنهم يحسنوا طرقات في تونس العاصمة ونقطة أخرى المواطنين يجب أن يحافظوا على الكياسات هذه يبقى السؤال زوز أحداث كبيرة كما هذو ما فرد وقت تقريبا الأوز لدوز جوان دوز تريز جوان هل هي حاجة إيجابية أنه بالعكس فما حركية وإلا هل يخرقوا يعني تعتيم على بعضهم هذا هو فقط لازم يكون تنسيق مزيد من التنسيق أنا الحق بتعربي تمانية الفصل مزيد من التنسيق حتى بش يخذوا حظهم إعلاميا أنا في رأي تمانيت مثلا كل واحدة في أسبوحها ونعطيها حقها كومي الفوك بخطر أنا جزو الاقتصاد باقي لحد هذه اللحظة ما هوش ما يخذوا أهمية مزلتش تحكيراك في الفقرة المو اللي أنت يسي الفخري تبع فخري في يوم بعضنا مباشرة هاي شي فخري أكثر إنسان متنجم تتحصل عليه تولي صالح الكليماتيز أوكوبيت تليفون هذا كذلك ويعتك صح وإحنا أول نقطة نعملوها في اللي تيديو البروجيش نوع هاي 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 ورغو نحكي وإنا عليش حتي طيبك مكيفات هواقية هي نوعا ما بيش نجبدو أما رو هو فروة معناها هاي 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 واثنين التغيرات المناخية اللي قاعدين مش نعيشوا فيها الكليماتيزاسيون مش تدخل طويكة في البني بريوريتي فما واحدة اليوم ماشي بشي بني بني جديد وما يحكيش على كليماتيزاسيون في العالم في أوروبا مكانوا شي بيعوا ما يتبيعش ما يتبيعش أصبحت حاجة ضرورية بعد سنوات لك والبشر أصبحت أولوية عنده على هذك في رأي أولا حتى الشبيب لتحب تهاجر اليوم عندك أنت عندك تكوين وعندك تجربة في هذين رأيك رأيك سوق العمل العالمي ذرهي تحاوز فيك مكشنتي رأيك بشبقة طالع فيش قف تحب تحرق على هذك أنا شو نقول نقول لناس هاملي بزوان هز ولادكم كونوهم غادي اللي يحب ما يحب ما عندهوش خوية مع القراية ما يحبش يقر صلم مستوى معين رأي نجم يتكون ونجم يكون صاحب مال ونجم يكون مليونير رأي خير حتى من واحد أقرأ في اختصاص أدبي أو إلى آخر مع أهمية الأدب وهذه مهنة مطلوبة جدا 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 في الخارج من أكثر من بسوق العمل لقاء عرضه تنب رأي نشوفهم ببعضنا الخطوات بشوالي صاحب مشروع الإصلاحة المكيفات الهوائية اليوم ومع بعضنا بش نعرف شنوى لازم يتعمل بش كون صاحب ورشة إصلاح المكيفات الهوائية يجب تكون متحصل على التكوين في إصلاح المكيفات أو الخطوة تتوجه المراكز الأعمال الموجودة في كل ولايات الجمهورية القيام بدراسة المشروع والدراسة تكون مجانية من بعد تتوفر العقار اللي بش مارس فيه النشاط يكون على ملكك أو على وجه الكراء من بعد تتوجه البتيات البحث التمويل ومن بعد تتوجه الوكالة النهوذ بالاستثمارات السناعية والتجييد أبيي للتصريح بالاستثمار ومن بعد تمشي المحاسب أو محامي لعدد القانون الأساسي ومن بعد تتوجه القباضة المالية لاستخراج البتيندة وإخر خطوة تقوم بها هي التسجيل في السجل الوطني لمؤسسات أرانو نواصلوا رحلتنا في بيسن ذكركم يلف الأسبوع نتحدث مع الليزاسيون تأمينات في تونس ودور أصحاب والمساهمين في منظومة التأمين في حماية الفاعل الاقتصادي نشي مباشرة لحكاية النجاح من إشكال عائلي بسيط تعرضته وحاولت هذه المشكلة إلى قوة ومشروع سنرى من بعضنا هذا التقرير که تقدرت مع بنتي عارها عامين عندها برشة دولور الدومينال اوسعية في فرانس بوكتوت لافعل وشني ايجي بدور الله تكتباراتها باللاجزاتيف كمشش معها بوغيت تبلغ الميتابوليز وليه ناتورالما والاقل يا أقلي لكنها النخال الكريب نيفيك غيشان فيبو فكال الكريلسيون موسيقى إذا كنت أردتنا على مكسور الحقوى والفرين ويجب أن نستخدم في مكسور الأساسي ويجب أن أحمدنا لكتابعة أكبر في 2009 عبدنا المجتمع والنشوار الأمام بسبب خدد لكي تشجب على حياتك بالنفس المجتمع ويجب أن يشطرون لكي يجب أن يشجب بلغو وكي تشجب الفيديو هذا التعريف يأخذناه من موقع مرحبا بك نوارتنا من عالم الانفورماتيك دو جسيون هالتغيير المهني ولو كانت عنده ظروف وتعرفنا على مشكلة بنت يعني كانت سهل خطر بارش عباد قلت حاجة دي كايا ندبر في خدمة ينقض بطال هذه كانت مشكلة التونس وبرلمان أنا قاد نديمه دونزا نكادر معين إذا كان قرينا يجب أن نختمه كيكوة الأب العكس لذلك تتحل بارشا وقت تخرج من الزون دي كون فورم تاعك شنين نصيحتك مثلا إنسان يتفارش فينا خايف خايف لا يخافش هي الدنيا كامل أقبار حتى حياة قمار حتى وين نمشي وما نعرفوش ننشح وما ننشحوش في يلبو ميو يقدم ما يقفش أصحاب المشاريع ما يقفوش ما يخافوش في السنوات اللي فاتو صندو بلي حكينا شوي عليها كيفاش تطورت لحكاية وي نوصلت اليوم خاصة طالن اليوم فما تصدير فما أسواق جديد صندو بلي الحمدل هو البروجه يبدأ في الأول معناها جو سوى الونيك يقال دوهلثي ويقال دوهلثي ويقال دوهلثي ويقال دوهلثي ويقال دوهلثي وكيفاش يزمنا نيكلو من نقرأ ويشفام ما في القفام تعلو بلاجو وكل ان دو ميل كنز بدأت صحو العبيد كلو اللي تحكي علي يزمنا نيكلو حاجة صحيح جو متخوف جو متخوف خطر رسي دجار جيد ديزارتي كلو جيد لكرياسيو بتاعنا الحمدلله لزليكليون معناها جي ديكليون من دو ميل نوف موجودين معنا إلى حد الان كم ملنا دون لشما اللي هو انشيخش لسانطي بدرجة أولى ولقي تروحي مع اللي غاند ما كفيتونس ومع العبيد اللي تحبو اللي تلاوش ونواعت من توجيتك سي سور نواعت من توجيتك بديت من قدش من نواع وصلت قدش من نواع بديت يوم كن في السبعة سبعة معناها معناها فما انجام خاصة بهم هما لكن توافق ال 25 وعنا دي كرياسيون سلون لبزوان سلون لمراض اللي تتواجد سلون لدمانت معنات تعتابو اللي عملية اللي صنغلوتين انتو متناج متوافروا اللي موقنا نعونه احسن نحسن 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 من العجورات. ممتنو في المتدعات والتعاليدة بالضبط. وهذا ستتجد من الأبل المنتهي، العملية والمتحارات والتحارات والتحاراتية, نحن رأيكَ نحسن لكي تتعيد من البشر المال اتبعه في عدده. وقتت من البشر. نحن نحب بشرها. نحن نعيه على خلاشات. القروان معايا لو يصال نجمون نمشيه القروان هلفي تعرف احنا القروان عنا في مخيلتي قبل ما نمشي للقروان ما عدناك لحد شيء القروان المقروض قروان الخبز بنت القروان هي انو هذي الكل ما عندوش حتى علاقة بالهلفي ولكن هذي هي ابنت القروان لكنها لو يصال هزت من القروان هلفي هذا كان بيان لك عنه الموجودة نجمون نعملوا جوا ذاك في القروان فهمتني وكذا ولكن ثم القروان هلفي اللي فيها البشكوت وهبتي الهلفي اللي فيها الماكنة الهلفي اللي نجمون استعمتوا شوية بالقروان الأخرى أي يوم ما يمطن نجمون عدلوها بالقروان هلفي وعتقد شوف احنا ما نحكيه على السياحة في المستقبل ونحنا نحكيه على الهلفي فود ونحكيه على الانسان القاعد يتطور في العالم إلى خيره وراءنا نطويكة باش نجيبوه راء ما عاش نجيبوه كالبالسلاتها مشوية وكالأشياء الأخوية راء ويلزم زادة يكون عنا الميوني هلفي متاعنا الميوني سانيتار متاعنا على هذك في رأيي أنا اللي قاعد نشوفيه من نجم كان نحييه من نجم كان نفرح به ومن نجم كان إن شاء الله هفهمتني يتحط في تونس متاع السياحة متاع كذلك تونس متاع ليستارتاب تونس اللي يزمها تكون موجودة عام 2030 حاضرة بالجانب هذا أميل تفضل قبل هذا وين تبيع يتبيع في السوق وإلا بالكوماند وتفضل أميل باش العبادي اللي يتابعونا يفهموا كيفاش نجموه يأخذوا البروديسان دوبلاي معنت عسيتان لابيل انتي عملت لابيل هال لابيل هذا كان يحكي فخري احنا مثلا طوى مثلا في المزل وكل شي الناس واللي تطلب الهيلفي هل أنت على متوى التسويق هل سوقت كيف في الديمو ممتاع مشروعك كيف تنجم أنت تضمن الديمو ممتاع المشروع وأيضا مرافقة السلطات الوزارة الأقوالي ممتاع أنت أقوالي ممتاع ستون اندوستري ووزارة الصناع هل سماك تكيف مرافقة لكم انتو ما بش يعونكم حتى هذا دائد اقتصاد جديد ينجم يطخل في الاقتصاد بش نجي وكم أزوز مع بعضكم كونسينا على ديورابيلتي بمفهوم الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة اللي هو سيلا تندانس من الحمدن لابدينه من 2009 اللي فما برش حويج مطنج نعم كونسينا برش حاجت من 2009 اسبرنا عنا وقعدنا دون Viceب hebنا هادة وكما نعم Look الاني بمشان نعم للمسيو الأنباح على الناس نحن نفاتل بريقبق نعمل مع La maison gourmandise دنيرomm festive أجزة السبب ـ سحرة えて وفي نفس الوقت إن شاء الله نحمه في الأسبوع ما تخاليش الماس بروديكشن يعني ما تعملش ما يتبايعش في العطار خطر تونس فيما يخص ينتقل الوتيلي في القروان تخيم يا القصبة إذا كان هو بجنبه قد قد خطر تحكم فيهم برشة حواج خارجية معناه نحن من نجموش ندخل على متى الأثمان أكسيسيبل بالعكس الأسوام بتاعنا مدروسة على الأخر وأكسيسيبل بالنسبة لأي إنسان يحب يكل هيلفي بالنسبة بشتلقاه في كل بلاسة هذي كديمة مش أنا بركة اللي نحكم فيها فما لو كليون اللي هو أنا الفرنسار هو اللي قررشوا يدخل عنده وقلي تبدأ فما وعي جماعي أنه مهمة إلغزيج عليه أنه نواليو نخدمو الهيلثي ولا نخدمو لسان غلوتين ولا حاجة وقتها تتوفر وينا جمي يطلب مني ونا نوفر أنت بسعيد أنت بسعيد أنت بسعيد أنت بسعيد أنت بسعيد في الإماجز والتفضل إذا عندي نحب أنت تعرف أنا فرحانة فرحانة في القروين القروين معنات يظهر القروين كانوا مسكر على روحها لكن القروين رأوا في القرن الحادي عشر كانوا البلو غرون بادياتر متاع العالم إنساء وموجودين في القروين وكانوا الأبين كانوا يعارقوا على ابنتهم يمشيوا ويقروا مع الولاد كيف كيف يقروا علم الطب الأطفال دونك معنات سي لاتونتين ويدي وهذه هي تولي أنا بيبالو خاصة أنه نحن طويق وزارة الصحة أنا أتمنى نظرة الصحة في المنوع بتاعها تتقدم في المرضى إلى آخر يجبون يخبرون دونك موضوع شكرا لك موضوع المستحيل لا نجمو 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 حاجة أخرى أو نجمو يكون دونك نجمو الاندوستي التكبر والكلينيك نجمو يخبرون نجمو تتخبر لك في الانستيطول دونك سي دونك الديابت نجمو تتقدم هذه المهمة تتقدم تتقدم الانستيطول نجمو 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 في تونس أصحاب المشاريع البائم اللي هم شبكة كبيرة معنا هي اللي واقف على تونس وقتصى تونس الكل بجرد من السياسي أو المسؤول ممكن نتطوره برش نجمو 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 بطرات الكل المهم انشار ونجمو 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 سؤال بعيد عن الاختلاع بنين المكلة الهلثي أنا نعم في رجيم مطوى بارش عباد مش في بنا يقول كي تكل الهلثي ما تتمتعش ما تتبننش يعني سفاد بلا سكر تحرم روحك خفصوا العباد اليوم فما ديزال تغنطي في تونسية تقدم لك حاجة بنينة وهلثي فرد وقت المفهوم هذا رب موجود عن برشة ناس هو ساسباس صحيح في الثقافة مثال وشنو هو حب يوصل بالماكلة هذي وين ساسباس ريالما كيما مريض السكر يجيه الطبيب يقول له ما تاكلش السكر خاطب بش ما يطلع وش ما الغلطة اللي عملها الغلطة اللي عملها أنه يمشي ياخذ لازاديو الكورن وليزاديو الكورن فالهلثي فيلزم يلساس باس يسي لحك اليوم ناكل في ثلاثة طوابة نحاول النقص بطريف آلان تارم آلان تارم روضي مش اليوم ناكل ثلاثة غضر ما ناكلش ما ننجمش فيه فالهلثي هي ماك اللي أنا عملت نقول ديما اللي بروديمتان سوصون دي سيني و تونيزيان وم برمي الليو ما ينجمو ونيفرسال يكونوا علش خاطر ستنجو نوتر نوتر مش بالنوت خالي تي يعني مثل ما حتى بدنا في الفوم لأي إنسان ينجم يقبلو ونجم يذوقو بش نجاي وبك على اسكو بنين وعندي دي دي كليون فدل وعندي دي كليون دي كليون دي كليون ونخدم مع غرمانديز في لاربع سنين ونص يعني هالو لو أنو لكليون ما يرجعش وما يشريش ما نبقى وش نحنا دي فورني سور دي فور دي فور تلقى برشا تلقى معاملين دي زانونس على دي ريزو سوشيو وواحد دي كماندي وبعد جي انبخو دبي انسيبورتابلي نجم يلوح وانا سارتلي دنك اي 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 كماندي اي اي جي كوماندي ولا واحد ولا واحد ومالكروين دي دا مالكروين مع انتا مقروض فدي زان هلثي مالكروين هل دو خالي هدو ما هنا نحكي وعسي خوي انفرميل اللي هو يخوف لعبة الكل اللي معندهم حتى كنترول كونده كوته ايجيان نحنا بلزاناليز متاعنا ولي تست كليني قبل ما نخرجوا عن بخودو ونعرفوش فيه وش ما فيش اسكي الكوفر لبزونا ولا لي فلوسي خوي انفرميل هذي بالحق تردوا بالكم منه والعباد الكل خطر ما تعرفش فاش تشري ومنعنش كون تشري والفيسبوك راهوك سيتاماند فيرتوال مش حقيقي تيك سحة مرسي فماشي نومر ومسيش شكرا لكم انشاء الله عائدكم مبروك بالمناسبة نرفع أذن صلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها. ثم نرجع لنفتح ملف الأسبوع. أقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجري والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مجددا في بيزنس. نمشي مباشرة لملف الأسبوع. أميل مساء نور مجددا. ملفاء الخير. أميل مساء نور. سعادة جدا في تقبيل ليفنا. سحاتم عميرة. مدير عام الجامعة ونصية شركة أمين. مرحبا بكم نورتنا. سنفتح هذا الملف. بالأرقام. اللي تحبوا أنت. اللي تحبوا أنت. لا عندي كره. أنا واحد من التوانسة. اللي ما عندهم حتى علاقة باللسفيرونس. لكن على ما نسمع حكاية على اللسفيرونس. يطرح السؤال. هل اللسفيرونس في تونس قاعدتكم بيدورها خاصة في دعم الفائل الاقتصادي؟ هاتنا نشوفوا هذا التقرير مع تحيات صديقنا لطف المشري. رئيس التحرير على أداد التقارير. نشوفكم بعضنا. تلعب منظومة التأمين دور استراتيجي في المجتمعات المتطورة. حيث يوفر التأمين الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم الأضرار والخسائر والحوادث والكوارث. التي تهددها ماليا أو جسديا. التأمين يلعب زادة دور اقتصادي مهم خاطر ويساهم في دفع عجلة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال توظيف رؤوس الأموال وإعادة توظيفها وتجميع المدخارات اللي يمكن استثمارها في مشاريع اقتصادية تحقق أرباح وتؤدي للنهوض بالاقتصاد الوطني. التأمين يساهم كذلك في حماية الفاعلين الاقتصاديين من خلال التدخل لفائد المؤسسات أثناء الحوادث أو الكوارث بما يضمن استمرارية الشركات كما يضمن توازن النشاط الاقتصادي والاجتماعي عبر حماية الأموال والمدخارات وتغطية الأخطار المحتملة. ومن بين أنواع التأمين للفاعلين الاقتصاديين نلقاو التأمين ضد الحرائق والمخاطر الخاصة كما السرقة والتأمين على الأعمال البحرية والجوية واللوجستية وحماية البضائع والشحنات والتأمين المقاولين ضد المخاطر المفاجئة اللي يمكن تسيب المباني والمنشآت والأليات والمعدات. كما نلقاو هذا التأمين الخاص بالفلاحين والبحارة من خلال التعويض على الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتأمين المعادات الفلاحية والأنشتة زراعية وتربية المواشية والمنتجات البحرية. منظومة التأمين تضع عموما خيارات واسعة أمام الفاعلين الاقتصاديين يتمكنهم من اختيار حجم ومجالات التدخل. محبا بيك سيحات مباحيطة عن الأرقام في بسيكولوجيا المواطنة لنتوما كالتأمين المعادات. لماذا العلاقة تبدو متوترة؟ يعني تونسي ما يعمل أسرانس تقريبا إلا مفترة. حتى الأرقام مثلا متاع الأسرانس اللي تتعمل بأولانتية تأمين على الحياة تأمين على المرض. يعني الاستثنائي اللي يعملها واحد واحدو. قليلة الأرقام بتاعها. هل ساعة تقر بوجود هذه العلاقة أن الاسترارية تشري كارفا؟ يجبك تعمل السرانس ولا تتعاقب؟ السيخ دبري يجبك تعمل السرانس. لماذا تقاتل العلاقة في هذا الإطار؟ مرحبا بيك سيحة نوري. بارك الله فيك سيحة حسين شكرا لك وتحية لمشاهدي ومشاهدات قناة نسمة وشكرا على الاستضافة. تخلنا توفي الاسب مضوع. حبوني فهو بسيكولوجيا لسرير مقابل بسيكولوجيا المواطن يعني؟ العلاقة بين المواطن والشركة تأمين هي طبق لها مثل الحبك نصبر عليك ولا متاك لو مضمومة. هم نجمش يعيش من غير تأمين. مستحيل. البلاد نجمش تعيش من غير تأمين. أوري فورد الرجل الأعمال والصناعي الكبير في أمريكا قال نيويورك خليها ما أقولها معناها صالحة. فماش اقتصاد يحترم روحه ويحب ينهض من غير شركة تأمين. علش؟ شفتوا الباتريمون النسيونال الكلو. الباتريمون بالأفراد والمؤسسات والمساعة العمومية والخاصة. الكلو يندين شركة تأمين ومحمي من طرف شركة تأمين. شفت التبيب بيش يعمل عملية جراحية. لو كان منش وراه يعرف اللي وراه عقد تأمين يضمن له مسؤوليته المدنية. يمكن ياسر يتردد. شفت المقاول اللي بيش يطلع عمارة بعشرين طاق. لو كان مش يعرف اللي مسؤوليته المدنية مضمونة. وإنه لقدر الله تصير أضرار للغير. وإلا تتيح العمارة ذيك لقدر الله. يخمم ياسر قبل ما يبدأ المشروع عن طياله. هي اللاسيرانس جاي من التأمين. والتأمين جاي من أمين. جاي من الأمين. دونك يتكون فيها أمين يا ما تكونش. والمجتمع اللي يحب يكون فيه أمين من ناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسانية. يلزم يمن بقطاع التأمين. ويلزم يشجع قطاع التأمين. ويلزم يفهم شنو معناه التأمين ويساهم في تطويره. من غير هذا رأنا نقعد ديما دولة متخلفة. شوف أنت الدول فما معادلة بسيطة ياسر. أكبر دول متطورة في العالم تلقى التأمين انتاحها متطورة. وأقل دول أكثر دول متخلفة تأمين انتاحها متخلفة. وانت أفهم البيت. مشكل ثقافة أم تشريعات وبعد فضل أميل وفخر. يعني عموماً. سابتخين كلتو. أنا مانيش مفطر ما نمشيش للأسيرانس. وإلا مشكل ربما التشريعات ما تسهلش. هو رأى هو 40 و50 سنة لتالي كان مشكلة العقلية. لأسيرانس حرام وكل شيء هذا يجاوزناه. ما عادش موجودة. كانت فهمها ورش عبيت تخامل غاية. يفتيوا فيها. يفتيوا فيها. ما عادش خاطر العبيت فهمت. ونس قرأت وعرفت اللي التأمين. معناها ما يتقاسش بالحرام والحلال. بالعكس التأمين اللي يساعد إنسان. باش نجميع عمل عملية وكل شيء. ما نتصورش فهم حلال أكثر منيك. أنت إنسان لقدر الله صاحب مصنع. يتحرق له المصنع عن طاعة وطاعة. اللي زين ترفيناوا لكل تاعهم. ما غير ما نسميهم. الكل هم يجيوا وقلوا نعطينا الفلوس. كان لسيرونس يجيوا تقولوا خذ الفلوس. ما نتصورش هذا يحرام. ما نتصورش هذا حرام. ما نتصورش فهمت دور أنبن من هذية. معناها. لا همنا نخسرين. لا لا لا. صراحة. على المركتين. لي باش يقدمها سيحات الماء. كون اللي بشيونا نعمل لسيرونس. ويدو هاللسيرون ريد. الحمد للسيحات. ما نمثلش كمباني دا سيرونسي. ما نجيب. قطاع تأمين سيحات في 2021. مثل قرابة 2.5% من الاقتصاد التونسي. نسبة الاندماج. اللي هي نسبة واحد ما يحكيش بها. رغم اللي أنتم نحكي على مستوى الفاعلين الاقتصادين. وبعد الآن نرجح. حسنا سؤال أنت قلت على مستوى التشريعات. عنا مشكل في التشريعات. عنا مشكل في التشريعات في التدخل. مثلا على مستوى التغطية الطبية. عنا مشكل ما بين كنان. أسورانس بخيبي. سياناتيس. قانون مسؤولية الطبية أيضا. هذا الكل مشاكل الكبار. اللي ما تصهرش حيث المواطن. هذا مبعط يفصله نسيحات. لكن على مستوى التغطية. ومتع الفاعلين الاقتصادين. ونحن نعرفه بالليف. في الأزمات الأخيرة اللي صارت. الكوفيد. لغير متع الأوكرين. وكل شيء. ثم ارتباع كبير في المثال. قصة التأمين. بيانسور. 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 على خطر على مستوى الترانسبور. وكل شيء. وعقدوا حياة. وحتى زادة وقت ريتاب. ثم بلاد عندها مشكل رمينية. حتى صغيرة. أحنا نعرفه بالليف. المستثمرين الأجانب. لذا صغير متاحا يطلعون لهم زادة في نسبة التأمين. هل أحنا في تونس وصلنا المستوى. نجموا شركتنا تأمن حتى الأجانب اللي يجيونا. معناتها. هم شركتهم. لذا صغير متاحا هم. ما يقولون لهم ليه. ما تنجموش. تعطيووا الثقة في مناخ حقيقة في البلاد. أنتما كالمؤسسات اللي متع تأمين عنها. نجم تعطيوهم هالحماية هذه. بالنسبة للإندماج. الإندماج أحنا الحقيقة في 2022. حتى 2023 وصلت 20.4 أو 20.5. بالنسبة للنتج الداخل الخام. النسبة هذه أنت تراها مشكلة. أنا رأيها opportunity. معناها عنا مارجن تاع بروغريسيون كبيرة برشة كبيرة برشة كبيرة برشة معناها القطاع التأمين يضخ 2.5 تعرف قديش الفوليوم تعلي بريم دا سيرانس في 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 الفين وثلاثة عشرين وصلنا لتلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليون دينار نعم ضخينيهم خلال كومباني دا سيرانس هيك تاخوي أقصات التأمين شتاعمل بهم وتحطهمش في تيروارة. يمشي تبلاسية وفهم براتية تسدد بها الحوادث اللي تسير في سع في سع كمحوظة السايرات وتأمين على المرض. وفهم تأمين على الحياة اللي هو الادخار تولي المدى. يمشي يقعد غادي. يمشي يقعد غادي. يمشي يقعد عمومي. ولا وتاخو من الدولة وقت اللي تطلب قرض رقاعي. نحن في الفين وثلاثة عشرين دا سهمنا بأربعمائة مليون دينار في القرض الرقاعي اللي تعمل في ثلاثة عشرين. معناها ما تنجمش معناها تستغنى الفعالي الاقتصدير على التأمين. بالنسبة لكاباسيتي فما شوف فما حدود طعا المؤسسات التأمين. احنا السياسة نحن كونو نحاولو نأمنو نعملو إعادة تأمين في تونس. مي ساعات فما أختار كبيرة برشا تتجاوز تتجاوز القدرات المالية مش للشركة التأمين. للقطاع المالي المجتمع ما نجمشي الفيفاساسوريسك. دونك نلتج وقتها للموعدين تأمين الأجنب. زي دفعما أجنب بطبيعة قاعدين نأمنوهم في تونس. صح المؤسسات أجنبية مصانع معامل. تونس ري مثلا تخون. تونس ري هي إعادة تأمين. إعادة تأمين. هي سلوري سرور ناسيونال. تأخو إن بارتي بمناسب الإمكانية تنتحها. تعرف روك تقول أنت لفلوت مثلا تونسير. تعرف قديش تسوى معناها مبيل غمالية كبيرة برشا. تنجم الشركات تأمين حتى تجتمع. دونك شو اللي يعملوا؟ يعملوا أمبول بش يتعاونوا عليها ذلك الكل. ولا السيطين. وبعد يعملوا له ريسيرانس. وهو شليه للتكنيك هذية بالحق معناها فرصة بش فسره. هو الريسك يبدأ كبير برشا برشا. يقسموا 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 بطريف بطريف بطريف. واحد يخو واحد يخو شوي بشوي. حتيش لني ولي فما إمكاني أن يتحملوه. دونك ذوم تلكنيك إنفر. دونك ذلك تلكنيك إنفرسي الموجودين في العالم الكل. معناها اللي عادت التامين. وهو كيفما كان يتحدث صيحاتنا. هي والله فرصة يلفها ذايا لترحان للنقاش. أنه نتوجه بالتحية للكفاءات اللي عنا في السيارانس. عنا. تحرك في مرشي صغير بتاع تونس بتاع سيرانس. رأوا بش تنجم تتعيش بيه وتعملك الكوة سيرانس. بش تنجم تخلق الريسك بش من الخطر كيفية الريسك يقعد لهنان. نانكوفري وهنان. رأوا عندك عقول لأمانة. هذه تحية لهم خطر هذو ما هم رأوا رسمية لتونس الحقيقي. اثنين في علاقة بتونس ريو هيدا أنا أعتبرها تجربة تجربة رأي متطورة برشا رأوا. رأوا نحكي وتعرف أنت اليوم للكمباني الكبار نحكيه على مينوخرين نحكيه على سويسرين نحكيه على ثم وحدة في الارجنتين. بم ما هيش مصوح بسوق أوروبيا وشوية في الخليج طبية كنا مشي. رأوا نحكيه على الناس عندهم رسمية كبيرة برشا ما نحكيه على الناس عندهم رسمية كبيرة برشا ما نحكيه. نحن عملنا كالتجربة متعتيونيسرية. اثنين رأوا نحنا في تونس نأمنوا في فلوت متاع أوتوموبيل. الريس كمتاعها معناها. أنا متأكد ثم الفلوت تونيسيين. رأوا تهزها لبعض الدول ما تتعديش. ما تتقبلش. على هذيك ورغم ما كاك قاعدين نأمنوا في سوق متاع تأمين. إلى أخيري أنا أعتبرها إنجاز. لأنه اللي يعيش في التيناع يعرف. لكن بقينا اليوم. حان اليوم الوقت زادها مش كل شيء نطيشو على الآخر التونسي شأنه ما بيتنا يتحدث برشا وحداث التونسي ويتكلم حتى حاجة ما يفهم شوية يفتيفها ويتكلم فاهم ولكن التونسي ما يتعطي رايو وكذا اليوم احنا في تونس عنا ثقافة بتاع تأمين ضعيفة وانا نحب ندعو ليزاجان وليكونسي دا سيرانس انهم يلعبوا دور في الجانب هذي انهم يسيدي مايس نعرف اللي رأوا ثم الضغوطات متاع شارج متعليكري ونعرف الضغوطات متاع انك بيش تاخدوا مرشي ويعني عارب كيفيش تفوق كل فلوت اما حاولوا تعملوا مجهود في علاقة بالكوميونيكاسيان المباشرة مع المواطن بيش تفسروا لهم العملية متاع التأمين هذي مهمة جدا انتوما بزادة في الليفت ويزا نعرف كونوا تعملوا فقط دورات هذي ولكن تكثيف لانه ثم ثقافة غايبة اثنين ثم نقطة اخرى بعد ذلك نتحدث وفاها ونتوغلوا فيها اكثر في علاقة دور شركات تأمين في مقاومة طبيض الاموال تعرف 2016 باش خرجنا من ليستنوار دور شركات تأمين اللي كونت ليزا جون متاعها باش فسرت بمقاومة طبيض الاموال اللي يخلى اللي بلاد تخرج مكان الليستنوار عندي سؤال كنت تسمح سيخاطر مع المراحضات اللي قدما فاقي انها بنعتي اكثر اسألة باش نسحولك انه اول مرة ترح هذا الموضوع قطاع الفلاحة علش علاقة مدواتها علش وين اي مرة ترحنا موضوع فلاحة الفلاحة تشكه قاتل عندهم كومفاني واحدة خلي جاوبنا هو فخي هو ضيف خليه نكمل سؤالي نعيش تغيرات مناخية هاو برد هاو يقول لكم فلاحة فلاحة في ناتي للشيب انخفاض بنسبة مونتاج بس الاربع في المياه هذي التأمين على معنات عن أدراء الفلاحية في 2023 هو فما التأمين الفلاحي زادره أمن الزراعي وأمن الفلاحي يعنيها الحقيقة كي تقولوا هكاية بالحق من باب المسؤولية كونه لزمنا أكثر قطاع نتلهو به ونأمنوه هو القطاع الفلاحي لكن انخفاض الأقبال عنده برشة أسباب أولا نسع عزوف الفلاحة هو بيدو ما يمنش الفلاحة خاصة في عقلية قديمة شوية يقول لك معناها الصابة هي معطة ربي ومن معناها ولي جي جي والتعويض من عشنا وحاسينه يدخل فاك اللوجيك اللي ما ورأيه صحيح ما ورأيه يعمل مقارنة ببريم بضبط قلة وعين على الفلاحة اثنين الحقيقة لاحظنا كونه فما شوية هي ظهرا عن يومنها في جميع الفراعة على التأمين لكن بالخصوص في التأمين الفلاحي اللي هو فما ظهرت غش فما ظهرت تحيل مثلا صابت تتحرق ساعات بفعل فعل يصير اكثر منها كيصير التضخيم على الأضرار دونك هذك كله ما لانطند ساير في الاتجاه هذي ما احنا كقطاع تأمين باش نجم تحسبني انت تقول لي اسكو جي فلاح وطلب تغطي تأميني الصات ولا محطيتو ولا صار سينيستر ولا صار سينيستر ومخلصتوش وإلا فما امبرودي اللي هو يحتاجه من غارانتي ومعطيتوش هكا تنجم تحسبني انا كقطاع تأمين القطاع الصينيعي هل الصينيعيين اللي هما الاستثمار معنا مستوي استثماراتهم عالية باشا مش حتى منيش نحكي سيربيس ديما اقل من الصينيع هل تم اقبال على التأمين معناتها وفي انا مستوي نقول لك نرجع جيست للفلاحة مثلا عملنا صندوق ضمان الجوائح الطبيعي هذا يزال قاعد يقوم عند شركة تأمين مختصة في التأمين الفلاحي وقاعد يقوم بدوره بعلاءة تم الوجه التأمين الصينيعي نجم يقول لك هنا اكبر خطر بالنسبة للصينيعي هو خطر الحريق خطر الحريق نظم قانون مالية من المثمانينات قال راهو كل انسان مستغل المحل الصينيعي والتي يجري يجب يقام تأمين الحريق لكن تعمل استاتيستيك توقعش 5% أو 4% من الناس اللي تأمل الحريق نظام الحريق راهو حاجة لا تبقي ولا تضر تعرفش معناه ما نسان يكون صاحب مشروع اليوم القدر الله يصير لحريق صحيح يعود مصفر كالنجم يعود احنا عملنا تاجربة صغيرة مشينا المنطقة الصينيعي راهو الموضوع معناه راهو تنسفيرسال لهم لحشيش يدو من يدق لوزارة الصينيعة وقلنا وعملنا حتى معناه ريسك ما عاش نجم تغتي ريسك ما أمنش الحريق طو رزمان فهمها شوية بالحملة اللي عملناها احنا مع وزارة الصينيعة ووزارة داخلية ووزارة المالية ولا يجيونا محاضر في عدم تأمين ضد خطر الحريق طو ولا يحيلوا فيهم صناع وعمنا معناها تصور أنت الصناعي يحط مبالغ مهولة ويستخسر في روحه وعقد تأمين رهم يتكلف لهم حتى 500-600 دينار سمحني رهم يجيش حق عشاء ولا سهرية رهم يناجم بار فاسيليتي ولا وانو ما يحتاج معناها لهن سمحني إنسان يحط رزقه ومستقبله ورسميله الكل في كفة بشي ناجم في لحظة لقدر الله يتير على قصة تأمين زهيد وثمان نقطة أخرى هل تقصير أن القطاع تأمين ككل في على مستوى التحسيس لأننا نحن نشوف فيكم ترى في التحسيس وماذا تحسيس وماذا حتى على نفس التحسيس لا تقصير التحسيس لن تحكي على أهمية هذا القطاع بالنسبة لفعل الاقتصادي بالنسبة التونسي كيف كيف حتى في التأمين على المرض وانت تعرف في المستوى كيف كيف التونسي اللي حب يعاون نروح في السكتور بخيف نحن نعرف بالقطاع الخاص باللي التح برشا المواطن اللي يخدم في حاجة أنه يحسن النبو بتاع التونسيس بعد ما يخرج في التونسيس نعرف باللي مثلا تشريعات قبريكا قال حسين تسمح الشركات مازالت فما مشاكل ما بين السيناساس وما بين القطاع متاعكم تباش معناتها النجم وأحنا كتاش تتعطى وانتو مع المشاكل وعليش تم هالتقصير على مستوى الإعلام على مستوى التحسيس من طرف المهنة ككل اللي عندها إمكانيات معناتها إمكانياتها محدودة أحنا نشوف قد ما نعمل التحسيس مدام وقد ما مقصري الحقيقة معنا في هدايا نعترفه بالتقصير رغم المجهود الكبير اللي تعمل في الجامعة مثلا احنا عملنا كونفيرانس في سيف 2020 على خطر الحريق في المناطق الصناعي فهمتني وكان عنده صدق كبير يوميا شركة التأمين زادت تخدم على السنسبلزاسيون وعلى كونسيي وكل توسكي بريفنسيون عنا احنا لجيين مختصة في الجامعة لابريفنسيون مع المرسل اللي سلمت المرور نضخه في أموال من أموال ونعمله في خدمة ما متازة معه التحسيس هو عمل يومي والتحسيس لا يوجد هو واجب لكن فهم عويق المواطن مثلا قليل فين يقرأ أنت أبدأ أقرأ كونتراتوك قال شي نعرفوش نقرأ نعرفوا الصح نعرفوا الصح نعرفوا الصح نعرفوا الصح نعرفوا مشينا زادة للجامعات عملنا معهدات بث المعلومة التأمينية معناها ما نش مكتفيني دينا لكن ديما قد ما نعمل في مجال التحسيس ديما مقصري نرجع لك للسينسيس النص موجود والنص واضح شوية تعنت من السينسيس لحبة هي تربح لا تخليش هذه التأمين تربح للمواطن يربح معناها موضوع معناتها عركة على السلطة على البوضاء عركة على كل واحد يرى البيليمتر تأمين أحنا ما نش هي تعمل النظام القاعدي وتجي لكومباني دي سيرونس تعمل في فوقها كوش أخرى للي يقدر بشي حسن ريتريت انتعو هذه الغالب التومة وصلنا للتفاهم معهم إن شاء الله يسمعونا ونربحوا الناس كل وسيرتوا يربحوا المواطن هو كتشوف أنا نحاول نتوجه أكثر للصيناعيين نحب نتحال فبرشة من الصيناعيين لأن الثقافة بتاع سيرونس غايبة بتاع السيناعيين أنا بشي سئلكم سؤال فماش دي بارتمن في أي شركة من الشركات الكبيرة تلقى واحد يعمل الجستيان بتاع الدوسية بتاع الكمباني ولا بتاع الجروب ولا كيفي لي يخدم فيها هو التقسيم ما فماش تقسيمة يعني هكي نحكي لك نحكي لك على الانديس نحكي لك لا مش ليل ما حكي لك ولا واحد صحيح صحيح الغايبة تماما ديما عم عند وليهو اختصاص كم نحكي ريسك مانجر هذي يا رسول الله يا رسول الله خي كومباني دا سيلانس باش تجيك هيا ولا باش نجموا نقدموا باش نجموا نصلحوا ينزم الناس تحمل مسؤولية طيو انتي عمل انفستيسمان باللي مليار الكبار وجيري في ريسك عندك دي زنجان تتحرك ريسك عندك مسؤوليتك المدني مسؤوليتك المدني كأنك تتصنع في حاجة ايضا عندك تمشي للبور عندك نقل وعندك كونتينير باش تسويرها الاخ يزمك يعمل جسيان ومبعد طيوش كل شي عند الاجان والاجان يولي يلقى لك حول باش يحفظ عليك كليون معاش تعامل معاك كعنصر كرجل تأمين مطالب يحان اليوم الوقت طبيعة العلاقة ما بين الاندستري وما بين الكمباني دا سيرانس يخويا كيفية فهمت طبيعة العلاقة ثلاثة خلنفهم وراو الكنترات دا سيرانس راو الاجان يجيبوا لك ياخذ الرئيس يهزوا من عندك راو يهز ياخو أوفر للكمباني بتاعه الكمباني تشوف مع الرياس سيرير تشوف مع كذير يطلب منك مثلا حاجات انتي باش تنظمها وكذير وبعض ويحب البريم صغيرة يتعامل معها بطريقة في رأيي انا اليوم اول حاج سأنا بدأوا بها غير ما ندأوا اللومو على المواطنين انا واحد عامل استثمار بتاع ملياردويت وما عندوش الثقافة هذي يخويا سامحني هو يزمو يتحمل المسئولية متاعه في علاقة يزمو دا سيرانس ويزمو زيدا يفهم مش نوع دو كويل ساجي مش رول هدف متاعك بيش تاخو بوليس بيش رفلوت متاعك تتحرك الى اخري على ذاك في رأيي انا معاك انا كانت اميل تحكي التحسيس وعلى ذاك التحسيس معتاش لان الناس اللي يفيدها الشغل وفيدها ضمان ما هيش عاعتية اهمية وما هيش بريوريتي لكن في الاثنية سيحاتم شركات التأمين زيدا مش مش لا تتحمل مسؤولية حسم البعض هي مؤسسات مالية هدفها ربحي باحت كما بعض المؤسسات البنكية هي فقط هدفها تلم الفلوس مؤسسات جشعة مؤسسات لا تساهم في الاقتصاد الوطني هذه اليوم حاجات نقراوها ونسمعوها او كوتيديا زيد على مؤسسات وشركات التأمين انا بش نفاجئك هاي شركة التأمين تفركص على الربح وتحب تربح اكثر ما يمكن واحنا شنو مشكلتنا كيشركات وطنية تبدأ ربحة سمحني وين المشكل كان مؤسساتنا الكل نقولوا مايربحوش شنو شنو الاقتصاد فين ماشي يلزمنا عنا شركة ربحين يلزمنا عنا بنوك ربحين ومؤسسات تأمين ربحين ويحقوا ارباح ويعملوا ملائة ملائة بش يخرجوا لأفريقيا ويخرجوا لدول اخرى ويستثمروا ما هوش عيب انها شركة تأمين تربح ما نحشموش بيها المارج مش كبيرة انا نقول لك حاجة بيشوفيش اكبه ربح انتع قطاع تأمين الكل ما يجيش في ربح انتع بانك متوسط اذا موش ضعيفة معنى اذا انت عندك فلوس تحب تعمل تأمين حسينة تحب شركة تأمين ما ننصحكش معنى مشرك الربح الفاحش اللي تصوروه عبيدو طاو نعطيك نوف قداش وطاو تشوف كيفاش اعمل انت اعمل انت انا ما نعرفش البنوك قداش الربح انتاح من الحقيقة ما شفتش ما كفيش عملة المقارن ايه خاق بو اشي في الوقت يخرج في اخر العام وفي الاثناء معنى الربح ما هو شعيب اولا بقول شعيب لكن الهدف اللي من شركات الربحة تعود تدور هالربحة ذا في الاقتصاد الوطني 9000 مليار ضخة في السوق المالية شوية اعطيني قطاع يحط 6000 مليار حتى ترسمع لتأمين التويل المادية هذا هو 400 مليون دينار نحطوا فيهم في القروض الرقعين تعد دولة كل عام شوية فين تدعونا الدولة قلوا حاضر وليو حضرهم تعويض تعالى المؤسسات المتضرة التي تتحرق والتي تتسرق والتي تكسر لها ماتريالها ذاك شوية نعطيكنا الأرقام تعويض على حوادث المرور شوية أروح 1200 حادث عننا 1200 وفاة شكونا يعاوض فيهم الحريق المرض شكونا قاعد يهز مع الدولة العبء التغطية الاجتماعية والمرض ومصاريفة على المرض شكونا شركة تأمين سمحني فماش ترف آخر سمحني سيحاتم سمى التأمين على الحياة وزيدة والجران باران يأمن وزيدة على هذي ثقابة جديدة قاعدة تتصير في تونس يحب هو يضمن متقبل والبنت ولا ولد ولده قرأته دراسته العليا حتى ولينا وصلنا حتى لجران باران كالي لابا لابا دو مارشي قديش وهل انتم لحظوا تطور في مستوى التأمين على الحياة تأمين على الحياة هم بارشة للاقتصاد التونسي حتى تأمين على الحياة هذي يمكن الدولة من أنها تتثمر في المشاريع الكبرى المشاريع التي تتحق كثير منها التمويلات قديش ببخي ستبا إسك انتم اللي حظوا بليها قاعدة تتطوروا بأنها العقلية في هذا سنقبل التأمين على الحياة تقول لنا سبيل على روحي باش نتبطر تقول هل يجب تويت إسك تغيرت العقلية إسك تم ناس قاعدة تمشي في اتجاه تأمين على الحياة وأيضا معنتها يعمل وزيد لوليدهم شاقرة شوف مدام هيم قلت لك فما نحن لون خاطر في فرنس والدول أوروبية العكس الشفر تلقى 70% تأمين على الحياة 30% تأمين على الحياة خاطر نيس تعرف ما يعني التأمين على الحياة نحن الحقيقة لاحظنا كونه فما عباد وليس من قبل مثلا كما هذي الاسورانس على إيديوكاسيان مثلا واحد عنده صغير يبدأ يعملوا بشوي بشوي يعملوا حسابه يلقى 40-50 مليون بشي قرره بهم في الجامعة في سوا في تونس وليس موجودين هذو ديما مزيل مزيل وأحنا ديما من المجتمعات المتطور تلقاها تلقاها فرضها الواقع القرية والإتغال دور العبادة فرضها الواقع قبل كانت المدرسة العمومية كهون اسكل تقرر غادي لا يحتاج 200-300 دينار في العام الولي لا يمشي في القرية إذا عنده زوزول ثلاثة صغار معناها وليت الريبون بزوان موجود ولا مطلوب الحقيقة فهما إقبال عليها لكن ليس بالشكل الكافي والتأمين الحياة كان في الموت كهو حتى على المرض أكسيدون على المرض على هذه اليدوكاسيون لديه الصغار هل سمت تحفيزات على المسا في الزراء فسكال هل سمت تحفيزات فسكال للناس الذين يتأمن على الحياة هل سمت بطر التشريعية الروح تأمين الحياة هو الامتيازات الجبائية لماذا امتيازات الجبائية كل واحد يخلي فلوسه تحت المخدة والبلفون اطلع حتى الميت مليون من العشرة منك نحن ديما قولوا راه قدم الدولة تحت امتيازات جبائية خطر هاي شنية راه وغنيون غنيون راه الدولة تتنازل على بارتي المتازل جبائية شنية هي هي بارتي من لانبو تنازلت عليها الدولة لكن اللي بيشتربحهم كونتر بارتي يكون عشرات الأضعاف من اللي خسرته فكال لانبو هذا هو راه التعاون بين القطاع العام وقطاع الخاص هو اللي نجمي يتطور التأمين على الحياة قد ما تعطيني أفانتاج قد ما تكون أنت كدولة ربحة وهذا ما نطلبو به وقد ما يخلق القطاع الخاص السرعة قد ما دولة تيخل ديزنبو هذا للناس ما يشفهم متهم آخر سوائل في دقيقة قبل ما نختم وين يستثمر التأمين لفلوس المتاع يعني حكيتنا أنت مثلا على المساهمة في القروض الرقائية حكيتنا في الفداية قلت نعمل بلسما وين يعني في مجالات حية في مؤسسات مالية أخرى هالفلوس وين تدور اقتصاديا بما أن نحكي على دور التأمين في السيركوية في الأخر أكوناميك شوف هي صعب لنطلق هي فلوس ناس هي البروفيزيون اللي نحن نحطوهم لنجو بهم الحواد هذا عليش المشار على الدخل وعمل لنا كاتالوج دو بلسمان معنا رانا منيش أحرار عنا دي بورسنتاج ما نجوزوهم في كل نوع من التوظيفات وهذاك عليش راني نحب نقول كونه قطاع تأمين وقطاع مراقبة بشكل كبير يسر معناها في الكبيرة والصغيرة العينين هكاية وزارة المالية لها إعام التأمين مراقبة الدخلية لكوميسير وكونت دون كل شي راو يتم في نطاق القانون وين فين البلسمان فعنا في السوق المالية عنا مثلا استثمار في العقارات استثمار في البورسة استثمار في المال كله شكرا لك سيحاتم يعطيك ألف صحة مشكور ريفنا مجددا فرصة للحديث عن هذا القطاع سيحاتم عاميرا مدير عام جامعة تنسية الشائر كالتأمين شكرا لك أميل شكرا فخر يعطيكم صحة النسر كل ألتقيكم غدوة مجددا العشاء غير بواعلى نسمة جديدة معجد من أنت الحب سبحان خير النسر كل شكرا لكم صحة وقت